ومن أهم الفروض اللي فرض ربنا سبحانه وتعالى علينا هي الصلاة وحتى نستشعر عظم هذا الفرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته فإن صلحت صلحة سائر عمله وإن فسدت فسد وسائر عمله وأيضا الصلاة لم تفرض على الأرض الجهاد والأحكام الأخرى كلها فرضت ونزلت على نبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الواحي والرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض ولكن الصلاة فرضت في السماء في ليلة الإسراء والمعراج حتى تقوم في الصلاة على أكمل وجه لازم يكون قلبك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى فكان زيد العابدين ابن الحسين حتى يستشعر عظم هذا الوقوف بين إدرى ربنا سبحانه وتعالى ويتهيأ كان في الصلاة عندما يتوضأ كان يصفر كان يرتج فكان يسأل الناس ماذا بك يا ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجيبهم أتعلمون بين يدي من سأقف سأقف بين يدي الله سأقف بين يدي الله سأقف بين يدي الله فزين العابدين كان يستشعر الوقوف بين إدرى رب العالمين سبحانه وتعالى هذا وقوف إذا صلح راح كل أعمالك تصلح وإذا فسد كل أعمالك ستفسد وعند ربنا سترى هباء منثورة طبعا هو مؤذن النبي هو بلال بن رباح بلال بن رباح كان عن مؤذن ينزل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة يا رسول الله فبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى أجى بلال إلى أبو بكر وطلب منه الاستئذام أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر ألا تؤذن لنا فقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عندما أؤذن أنزل إلى حجرته صلى الله عليه وسلم وأقول له الصلاة يا رسول الله لمن أقولها اليوم فأذن له أبو بكر بالخرج إلى الشام انتقل بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى منطقة سمادارية وتزوج في تلك المنطقة في يوم من الأيام فبلال بن رباحه ببكي فسألت زوجة ما يبكيك يا بلال فقال لها بلال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي لما هذا الجفاء يا بلال أما آن لك أن تزورنا فحمل حال سيدنا بلال ونزل إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بي أبو بكر وقال له أبو بكر ألا تؤذن لنا فقال له بلال كنت عندما أؤذن أنزل إلى حجرته صلى الله عليه وسلم أقول له الصلاة يا رسول الله لمن أقوله اليوم ورفض وجاءه عمر وطلب نفس الطلب ورفض بلال رضي الله عنه وجاء الحسن والحسين أبناء أو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه نفس الطلب وعبطهم سيدنا بلال يشتموا بهما رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال ما يدر يرفض طلب الحسن والحسين فخرج إلى المكان اللي كان يأذن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت صوت بلال عندما أذن المرتبط عند أهل المدينة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بلال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة بصوت بلال الله أكبر الله أكبر خرجت النساء خرج الرجال خرجوا من الأسواق وأصبحوا يقولون أبعث رسول الله أبعث رسول الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن وصل بلال أشهد أن محمد رسول الله فأخذته العبرة ولم يستطع إكمال الأذان وارتبط صوته بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم أشان هيك أهل المدينة قالوا أبو عث رسول الله أبو عث رسول الله طبعا حتى تستحضر الصلاة والوقوف بالإيدي الربنا سبحانه وتعالى عندما تقبل إلى المسجد تقبل مش إلى أهل بيت مش إلى أي مكان تقبل إلى البيت اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحب بقاع الأرض إلى الله فأبو ماما رضي الله عنه عندما لزمته هموم وديون لم يجد مكان يلجأ إليه إلا بيت الله لأنه أحب بقاع الأرض إلى الله عندما تصل إلى المسجد ما تدخل مباشرة واقف واستحضر بأن هذا البيت هو بيت الله أحب بقاع الأرض إلى الله ودخل في قدمك اليمين واستحضر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيك كان يدخل إلى المسجد في إجر اليمين ويقول اللهم افتح لي من أبواب رحمتك من أخطر شيء إنك توقف بين إيدي الربنا سبحانه وتعالى للصلاة وتلتفت إلى غير الله القلب يلتفت إلى الدنيا ولكن استحضر عندما تقف بين إيدي الربنا سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تستحضر بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء أكبر من العمل أكبر من الهموم أكبر من الدنيا حتى تستحضر هذا الوقوف بين يدي الله ومن أخطر شيء إنك تدعو دعاء الاستفتاح اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بتقول بالسانك وجهت وجهي وقلبك توجه إلى غير الله فجاء في الأثر إذا التفت الإنسان قال الله سبحانه وتعالى أإلى إله غيري أإلى إله غيري فيجب نحذر في الصلاة إننا أخذ كل الأجواء ونتهيأ بأننا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى وعندما تقرأ سورة الفاتحة من أعظم الأمور اللي بتخليك تركز ويحضر القلب في الصلاة عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين تستحضر إنما تقول الحمد لله رب العالمين أنا ربنا سبحانه وتعالى بقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالكي يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فعندما تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين أقول الحمد لله رب العالمين واستحضر بأن الله يقول حمدني عبدي أي بأن الله سبحانه وتعالى ذكرك وعندما تسجد وتركع وتسبح الله سبحانه وتعالى سبحانه ربي الأعلى سبحانه ربي العظيم بأنك تسبح أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيل أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن المثيل تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء وصف وصف من الكافرين لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وعندما تسجد تستحضر بأنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد قال نبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال سبحانه وتعالى كلا لا تطعوا واسجد واقترب وأيضا استحضر حتى تتهيأ لاستقبال الصلاة والوقوف بين يدي الله وكن القلب حاضر بأن وقت الصلاة هو وقت لرفع الهموم عندما تكون عندك هام إلجأ إلى الله بالصلاة أسجد بين يدي الله حتى كن أقرب ما تكون إليه سبحانه وتعالى وأنت منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزعى إلى الصلاة وأيضا عندك تتهيأ للصلاة إنك تستذكر بأنك في ذكر أنك جليس الله فجاء بالأثر أنا جليس من ذكرني عندما تنتهي الصلاة سبح ربنا سبحانه وتعالى اقرأ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت جليس الله فكيف بك تقطع هذه الجلسة مباشرة وتعلم بأنك جليس الله كما جاء في الأثر أهل ذكري أهل مجالستي ترجمة نانسي قنقر